أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند هنتكلم بقى على أحداث بتاكيد مباراة الأهل والمريخ اللي هتنطلق النهاردة إن شاء الله الساعة 9 ساعة مساء كان فيه الساعة داتة مختلفة خلال 48 ساعة الماضية فري النادي الأهلي راجع من أرض المنديل بيستعد لانطلاق مباراة دوري المجموعات الواجهة الأولى مع المريخ السوداني بالمناسبة مع الأهلي في هذه المجموعة الأولى فيتا كلاب الكنغولي وسيمبا التنزاني سيمبا عمل مفاجأة فيه أولى المباراة وفاز فيه الكنغو خارج أرضه بهدف مقابل لاشي المريخ رجع أو جاي القاهرة بعد فترة راحة من المباراة حوالي 10 أيام لدرجة أن هو جاي القاهرة قبل موعد المباراة حوالي 4 أيام وعمل تدريب في ملعب بنادي حرس الحدود وامبارح كان التدريب الأساسي والرئيسي على استاد القاهرة الدولي فري المريخ طبقا طبعا ليه مجريات الأمور واخد مساحة وقت فيها راحة أكتر ملعبش مباراة الفترة الأخيرة لكن النادي الأهلي كان آخر مباراة ليه منذ حوالي 72 ساعة وبيستعد طبعا لمواجهة المريخ قايمة الأهلي يمكن بيتسو مسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي اختار قائمة بـ 20 نلاعب وتغلب بشكل كبير على عدد كبير من الغيابات الموجودة في الصفوف الفريق بسبب الإصابة أو حتى إيقاف حسين الشحات القائمة بالضم في حراسة المرمى محمد الشناوي وعالي لطفي ومصطفى شوبير في خط الدفاع عودة رامي ربيعة محمد هاني أحمد رمضان بيكهم بدر بنون ياسر إبراهيم سعد سمير ومحمود وحيد في وسط الارتكاز أليو ديانج عامر السلية حمدي فتحي وأقرم توفي في الأمام محمد مجدي أفشا محمود قهربة جونيور عجايي محمد شريف ومراوان محسن وولتر بوالية غياب سداسي عن قائمة فريق النادي الأهلي ست لعبين لن يكونوا في قائمة مبارات اليوم بسبب الإصابة أبرزهم طبعا أيمن أشرف وعلي معلول وأيضا كمان وليد سليمان طاهر محمد طاهر وصلاح محسن وغياب حسين الشحات لتنفيذ عقوبة إيقاف مباراتين من قبل لجمة الاندباط بعد تنفيذ العقوبة الأولية بإيقاف مباراتين في مرحلة دور الـ 32 بعد الأحداث التي شهدتها مبارات الأهلي والزمالك في نهاية دورة أبطال إفراقيا العام الماضي